حاجة ثالثة قبل ما اطلع الفاصل الحكام رجعوا من الكوديفور وتم تكريمهم تكريم على اعلى مستوى سواء من اتحاد الكورة او حتى من وزارة الشباب والرياضة ممثلا فيه اجتماع كان مهم جدا وتكريم من الاتحاد المصري للثقافة الرياضي مشهد كويس جدا استمتعنا كلنا به كنا فرحانين للحكام بشكل كبير جدا لان بالتأكيد دي كانت صورة جيدة عن الرياضة المصرية في بطولة كبيرة قرية زي كأس الامم الافريقية ولكن مش هطول كتير في الجزء ده ولكن فيه حاجة حصلت عدت على ناس كتير للأسف عدت على ناس كتير مش هتكلم على الحكام اللي هجموا اللجنة مش هتكلم على الحكام اللي هجموا اللجنة هسيب ده البعضين لان بعدين عندي تفاصيل ومفاجئات اعتقد هتكون مدوية اعتقد هتكون مدوية عشان نعرف هلا يبقى فيه ثواب وعقاب واللجنة سمع الناس بتنتقد وبتردش ولا ايه لا يحصل الفترة الجاية وانا هنا يوم الله ربعا قبل مختم حلقة نهاية الاسبوع قلتلكم النهاردة ابتداء من مساء اليوم اتفرجوا على تصرحات عدد من الحكام والهجوم الداري اللي هيكون موجود في الفترة اللي جاي وحصل بالفعل لكن انا استوقفتني حاجة واحدة بس استوقفتني حاجة واحدة بس في التكريم اللي تم للحكام في المركز الاوليمبي في المعادي كان فيه كلمة من الكابتن عصام عبد الفتاح وكانت فيه كلمة من الكابتن جمال الغندور كلمة الكابتن جمال الغندور دعم للحكام فرحتونا ياولدنا يارجالتنا عملتوا بطولة ممتازة كل الدعم لكم كلمة جميلة من حكم دولي قدير لتاريخ كبير جدا الكابتن جمال الغندور ولكن استوقفتني كلمة غريبة جدا للكابتن عصام عبد الفتاح غريبة جدا 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 يعني الكلمة دي انا مش عايز استعارضها هنا انا سمعتها مرة واثنين وثلاثة طب هو بيصد ايه طب بيوجه الكلام لمين طب عايز يعمل ايه مش فاهم يعني انا مش قادر افهم الكابتن عصام لما يقول ان تعلق الحكام ده معناه ان ربنا اظهر الحق وان الحكام دور ردول اعتباري ربنا اظهر الحق على مين يا كابتن عصام والحكام دور ردولك اعتبارك في ايه بالزبط بس عايز افهم بس يعني الكلام لما بيتقال في وسط جمع كبير جدا من الصحفيين وامام وزير الشباب والرياضة وامام رئيس اتحاد الكورة وامام رئيس لجنة الحكام البرتغالي اللي موجود دلوقتي فيتر بيريرا والكلام يعدي كده بشكل اعتيادي هل الناس موافق على الكلام اللي اتقال انا مردول مش قادر استوعب مع الاتحاد اللي خد قرار بتوجيه الشكر لكابتن عصام اكيد وجهه للشكر على مجمع الاخطاء حصلت في عهده مع الحكام وفي المباريات ليه بترجعنا من تاني لنقطة السفرة كابتن عصام ايه الفكرة تقول ان ربنا اذر الحق اذر الحق على مين هو احنا هنا في قناة الاهل او النادي الاهل كان ضد الحكام ده النادي الاهل اكبر داعم للحكام ويا مطالب بتطوير المنظومة التحكمية ويا مطالب بتطوير المنظومة التحكمية مش مشكلتنا بقى ان يجي حد اجنبي اللي اتحاد استسهل جاب حد امكانياته الفنية مش عالية دي مش مش مشكلتنا احنا بنطالب يكون فيه خبير أجنبي يقود التحكيم للأمام وهنا لما كان فيه حاجات غلط احنا أكتر نزدفعنا عن الحكام والأيام تثبت دا والحلقات موجودة وقلنا مين يكمل يا جماعة ركزوا مع مين احنا بندعم الحكام على فكرة لكن لو ربنا أظر الحق ربنا أظر الحق على اختياراتك انت لأن انت لما كنت موجود في 2021 والحكام راحوا كسر أمم في الكاميرون ما كانش بالشكل دا كان العدد أقل من كده على فكرة قبل موضوع الكورونا والحكام ما تعرضوا لإصابات كورونا وصفر اتنين تلات حكام زيادة احنا كنا مسافرين بخمس حكام كابتن عصام يعني في عهدك العرد اللي سافر كان أقل من العرد الحالي وفكرة ان الحكام رد لك اعتبارك اي رد اعتبار اي رد اعتبار انا مش قادر استوعب الكلام اللي تقال من الكابتن عصام عبد الفتاح في تكريم الحكام الدوليين في المركز الأوليمبي بالمعادي والفيديو موجود على فكرة الفيديو موجود والناس كلها سمعته انا مش قادر استوعب يعني ايه رد لك اعتبارك رد لك اعتبارك امتى هو امين عمر مرحش كسل عالم في قطر عشرين اتنين وعشرين ليا يا كابتن عصام امين عمر مرحش كسل عالم ليه هل عندك اجابة على السؤال ده ولا ما عندكش محمود ابو الرجال اتشل ايه من الطاقم الجزائري بتاع مصطفى غربال وتحط في طاقم بكاري جسامة ورح مطش واحد ورجع نتيجة ان هو موجود في طاقم عليه مشاكل كتير مين المسؤول ده عن ده يا كابتن عصام يعني فين رد الاعتبار بس عشان افهم يعني فين رد الاعتبار وازهره الحق ببنسبة ايه احنا مش ضدك على فكرة احنا مش ضدك ولكن يبدو حضرتك عايز تعيد المنظمة من تاني نقطة الصف ومش هنسمح لحد يطلع حتى في اي مكان سواء برنامج او في مقالة او في اي مكان يطلع يقول اصلي ده حق الكابتن عصام احنا لو هنشيد بالحكام ودور الحكام اول حاجة هنقول الحكام دي اشتغلت عن نفسها الحكام دي نجحت بتدرعها وتلاتة ده مسير يتعامل لكل اللجان السابقة لان كانت فيه ناس في القائمة الدولية من 2011 و2013 و2014 فمش هنخصف حد كان يشتغل في اللجنة من زمان سواء الكابتن عصام صيام سواء الكابتن جمال الغندور سواء الكابتن عصام عبدالفتاح كل اللي نازل تشتغل لكن هتبرز الانجاز ده في شخصك انت لوحدك وتقول ان ربنا اذر الحق وتقول اصل الحكام دور الدور اعتباري لا اسف مش هنسمح لك تاني انك تعيد التحكيم من قلقة السفر ده غير مسموح بي بس عايز تاخد اللقطة اخدها في مجال تاني ولكن لو هتاخد اللقطة في الجزئية دي انا عندي ردود عليها واحد كاس العلم في قطر ليه ما كانش فيه امين وعمر وما كانش حكم مصري اتنين كاس الأمم في الكاميرون كنا اربع خمس حكام ليه ما كانش سبعة زي المرة دي ما كنت انت سعيدة رئيس لجنة وقدت عدوا لجنة حكام في الكاف لو عايز تدعمهم انت قدت في المنصب ده اللي انا شايفه ان الحكام دي شمت نفسها وخدت حقها لما حضرتك خرقت من لجنة حكام الكاف ايه رأيك وبعدين في نقطة تانية يا كابتن عصام هي الحكام دي اللي انت بتقول يعني ردوا اعتباري وربنا اظهر الحق كنت فيه لما كان بيتم يعني الخوض في شخصهم وفي اعراضهم عبر البرامج الفضائية هل كنت بترد وقتها ما كنتش بترد بس بتطلع فقط تحل الحالة فنية لو الحكام اخطأه في مباراة الاهلي وده اللي كان سبب رئيسي في رحيلك ان انت شخصنت كل مشاكل التحكيم في مباراة الاهلي فقط وعكبر مشكلة وجهتك ووجهة الكابتن محمود عشور في المباراة الشهيرة لمباراة الاهلي وفارقه انك مطلقتش اعترفت ان التقنية اللي انت بتشتغل بيها عافى عليها الزمن فيها مشاكل فنية لا قلت انا مغلطتش الحكم مغلطتش وانت شخصيا والكابتن محمود عشور الشخصين عارفين عارفين ومتأكدين ان الكرة هدف ولكن التقنية فيها مشاكل بس ما قدرتش تقول التقنية فيها مشاكل عايز ادافع عن نفسك وعن الحكم حتى لو بالباطل عشان كده مشيت حاجة تانية يوم الكابتن محمد عادل صرح تصريحات يعني اتكلم كلام فيما معنات قال احتواء وإدارة موقف وا 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 الكلام ده كله طلعت دفعت عن كلام اتقال كان بشكل خاطئ طلعت دفعت عن كلام اتقال بشكل خاطئ والكلام ده اثر كتير على الكابتن محمد عادل لغاية اللحظة دي كلمة الاحتواء اللي انت ذكرتها وروح البروتوكول احنا قفلنا الملف ده من زمانة يا كابتن عصام الكلمة اللي انت قلتها في حفل التكريم في المركز الولمبي في المعادي ما ينفعش اتعدي وانا لو عايز اعمل مسرحية واعرض كلمتك للناس لان الناس ما شافتهاش الكلمة دي وانا ده كنت متخوف منه الاسبوع اللي فات قلت الفترة اللي جاية هتسمعه قصص وسيناريوهات كتير قوي لان فيه ناس بتحاول تاخد لقطة وتركب على المشهد واحنا مش هنسمح بده واحنا مش هنسمح بده ممكن نعترف ان التطوير اللي احنا بنتمنى في التحكيم مش موجود مع بريرة محدش بيساعد بريرة هو يطلع يقول بنفسه هو يطلع يقول بنفسه لو محدش بيساعده هل طلب معسكرات في فترة التوقف هل طلب معسكرات في فترة التوقف والاتحاد موفر لهش يطلع يقول هل بيحاول يعمل تطويره محدش بيساعده يطلع يقول هل بيطلب منه يدو محاضرات الحكام هو اللي بيرفض ياريت نعرف من الاتحاد ولكن مش هنسمح ان العجلة ترجع تاني الوراء خلاص نبدأ نتكلم على اللي جاي الحكام تقلقوا ظهروا بشكل كويس نكمل على ده ولكن حد بياخد لقطة مش هنسمح باي حاجة من الكلام ده